اشتركوا في القناة 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 كانت تصل إلى 500 ألف و 400 ألف دينار. سنة صارت حاجة. ماينشير دخلت في البرودوكشن. عملت سبونسوريات مثل المسلسل الذي يجعلها تربح أكثر من التلفزة. كي عملنا الحسبة إذا كان يحترموا لكي يتعاملوا بها بالعادة. معناها على كل مليون دينار في بيشيتي. نسمة يجعلها 150 ألف دينار. بينما يشارب و مائنشير و الإلتاءات التي يحصل إلى 850 ألف دينار. منذ ان تإنتبه في حالة التلفزة لأن تلافذ تخلص أقل و تلافذ تلافذ كأدرهم لا تنمس لتخلص أجل أجل وألين объясسوا للتكنيسيين والإنجانير والإمكانكيين والصحفيين وهذا يبقى مشكلة بين المشاريع الأولياء. المشاريع الثاني وكذلك تبدأ له وضعي تهيلين أو تحكم في مائنชارك حتى يكون لديه حقوق لا تنمسك تعمل عملية الدمبينج الذي تغرق السوق في وقت الذي تكسر الأسوام خطر أنت وليت مهيد معنى تنجم تختار شكون من الخاص بك الذين تكسروا و تخرجوا من السوق والحاجة الثالثة تبيعت الحال وقت الذي يدخلوا في البروديكسين لكي يمنعوا ظهور البروديكتور جدد به معنى جاءهم الأحسن البروديكتور في السوق اليوم عبد الحميد مشنيق الذي يعمل في خدمة طيارة برشة وعاملوا معهم وسلسل وعندما نرى كيف يعمل في شتر رمضان لعبيد فرحانين برشة وقت الذي تكون هناك العملية هذه مهيكلة بالطريقة هذه عام الجاية والعامل بعد ونجمع نكتشفه في تونس مخرجين جدد كيف عبد الحميد بوضشنيق على خاطر السيستام تسكر على روحه ولا هناك أنتتة واحدة هي التي قاعدت تنتص في الموارد المالية في السوق كل موسيقى وقت اليوم قولوا رو فما ماينشير عندها ونبقى دمارشة أكبر ملاس وهاي استغلت البقى دمارشة هذي بش تغطرس على الميدان راهو مش معنتها فما برشة فلوس دابور في بيسيتي معنى يلزم ديما نعرفوا اللي السوق متع تبيسيتي اليوم صغيرة برشة في تونس وبتبعه الحال هذي يراجع على ان الشركات مفميش كونكيرانس مابينتها وبتبعه الحال هذي ما يقولش زادة اللي تلافز بيان جيغي وفما شكون هو اللي قاعد شرير يستغل فيها الوضعية متع تلافز في تونس شوية مرحنة وشوية مرتبة الليدي كي نشوفوا البزنس بلان كل واحد يبعث تلافزة في تونس نشوفوا اللي هما ما مش قاعدين نحسبهم على كاشف لوم وريح على ثلاثة سنوات يخليهم ينجوا البرامج ويعديوا البرامج ومسلسلات والأفلال ويخلصوا الخدمة بتاعهم بطبيعة الحال هذي فعلية اللي تحكينا فيه زادة خطر عنده علاقة بالروابط والدوائر السياسية وبالحياة السياسية اللي صارت بعد الثورة هذي زادة عنده علاقة بالعباد اللي من رجال أعمال اللي يحبوا يستثمروا في ميدان الإعلام اللي هو يظهر في برشة فلوس واناك اللي يدخلوا فيه نرقاوش النوهاو اللي بش يخدموا بيه في الموضوع هذي وبالتبعت الحال ما ننسواش اللي احنا عدينا السنوات طويلة جداً عنا إعلام واحد مونوبوليزية بالدولة دونك اللي العباد اللي قاعد تستثمر في الميدان هذي ماهيش في غينان على كل لون اشتركوا في القناة